أخونا نسأل فأقول ما هي أفضل كتب الحقيقة أفضل كتب العقيدة هم السك أولا كتاب الله عز وجل وأن الكتاب الله بيّن للعقيدة والصحيحة ومن يباهد بها أكدور من الآيات في أمره عبادة الله وحده وينهى عن عبادة غير الله عز وجل ويبيّن لغاء السك ويبيّن لنافع التوحيد وقوائب التوحيد في الدولة والآخرى كتاب الله عز وجل يقصد منه العقيدة والصحيحة وأن يتورقوا منه أيضا من العقائق الفاسدة لمن تدبر القرآن الكريم وكذلك صوت الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها مفصلة من القرآن ومبينة من القرآن وفيها الدعوة إلى عبادة الله لدولا السبيل صلى وفارك عبادة الله الله من كثير من الأحاديث النبيية ومسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته وأما الكثير المعلقة بالعقيدة هي كثيرة لله الحمد فالكتب التي يأخذ منها العقيدة الصحيحة هو كتب الثلاث كتب الثلاث ومن سارى على نهتهم من العلمة مثل كتب سيح الإسلام المسانية وكتب سيح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتب سلانينه وثلانين سلانينه من العلمة ثانية الدعوة كلها والحمد لله كتب محمد ومبينة للعقيدة الصحيحة وكتب الثلاث في كتب الإمام محمد رحمه الله وكتب غيره من العلمة كلها العقيدة الصحيحة وطرحه عبد العزي بن عبد العزي الحميحة يعني غير من كتب العقيدة أن يفيدها من ثم ده كذلك كتب السكر الأكبر الإمام أبي حيثة صحيحنا الله كذلك كتب الرسالة لصورة واني النالكي وهو كتب الثلاثية المعروفة مولانا ابي حاتم وغيرا